مساء الخير عليكم يا رب اكونوا بخير وصحة وسعادة ايه الاخبار يا رب كل حاجة تكون تمام معكم حابب اشارك معكم تجربة كده حصلت معي النهاردة في كندا عشان الناس اللي جاي جديد كندا تتجنب مشاكل النصب وكده يعني احاول اقلبها بحاجة فاني شوية ونشوف ايه اللي هيحصل في الموقف ده جالي تليفون النهاردة من حاجة بلس تمانية زيرو زيرو دي بتبقى حاجات شبه حكمية هما يعني بيعرفوا يلعبوا بيجيبوا ارقام وبيحاولوا يزبط ارقام ازاي ما اعرفش بس كلمني رقم بلس واحد تمانية زيرو زيرو فانت بتتكر ده هو وسجلي الرسالة دي اسمعوا بقى معي الرسالة دي رسالة اللي جات دي رقم تلسه جايك كان ده تعرفش اي حاجة جاي لك رقم بلس واحد تمانية سفر سفر لواش بحكومي فاي ده فعلا رقم حكومي بيكلمني انا مشاكل فعلا قضائية لأ الناس طبعا جاية تحاول تبقى فطبعا اول حاجة يعملها هيكلم الرقم ده هيسألك غالبا على بتاعك ويحاول يعملك انا اللي هعمله حاول اكلم الرقم ده واشوف فعلا ايه اللي هحصل خلونا معاكو مش كده بس انا بحب الناس دي خليها تشتغل اكسرا يهم معنا ايه اجيب رقم من على الانترنت بتاع اي غير حقيقي فيك وبعد كده هتدي له شوية بيانات اه مسلا اوسامة بلادن وتسعة تسعة الفين وعداشر فالهو خلونا نخوض التجربة دي ونشوف المقلب ده هنعمل في ايه يعني هو بيحاول يعمل فيها مقلب فانا هعمل فيه مقلب بس اه الناس اللي جاي جديد خلي بالكم حاولوا ان انتم معلوماتكو بتاعك ده ايه حد يعرفوا انا عاوز اقول لكم انا انا جيت هنا البنك عملت اه بدون ده وده شبه مستحيل محدش عمله يعني اه الفكرة ان البنوك بتطلبه لسهولة الاطلاع على بتاعك ده حاجة زي حاجة موحدة كده اي حد عاوز يدخل يشوف بياناتك اه المصرفية او اه كده يقدر يعرفها فبالتالي مش مش لازم يحتاجه عشان يجيب بياناتك اه بس الفكرة ان الناس بتطلبه للتسهيل انا ما بدهوش لاي حد الوحيد اللي المفروض ممكن ياخده ممكن بتاعك بس والحاجات الحكومية لو انت عاوز منهم مساعدات او عاوز مساعدات او عاوز اي حاجة منهم بس خلونا نشوف التربابة دي ونرجع تاني طيب انا هكلم الرقم دلوقتي ونشوف بقى ايه اللي هاتف. مرحل انا بالحاربه انتقابطي ايه ونشوف بناجد عاوز مناتشه نوب مجد مناتشف فياقية حاجة به نمي اقتربح لك أن نستطيع الوحيد لكم فخصيط انا جميع انتظر على يوم توقف على مناتشف انا فعلاً بقية انا بنا نرى فعلاً ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر the country to to try to fraud and scam them yeah I know you know we are well educated we know we know how to handle it and we know this is a scam others don't so I appreciate if you can just pass it to the your management and you try to find solution to stop that because especially the number looks like a rental the number is one one as you know plus one eight hundred so this this looks exactly like governmental numbers because it's toll-free numbers so most of the people will think yeah this is a government that's why they are using this number yeah I know I know ma'am but that's a number itself you didn't get my point yeah I know but there's a number plus one hundred plus one eight hundred is very similar to the the governmental governmental is a number that called me very similar to the governmental numbers that's why I get curious to call to see who is this and who is trying to use a governmental number or toll-free number to to do this that's why as I told you if a newcomer's you don't know the process and you don't know that the government doesn't call for social security numbers you will not know about that okay so that's why I'm yeah so okay thank you for your time and I appreciate it to escalate it and have a great day I'm sorry I have I have I have other things to do really I have to go now okay I'm I'm sorry I have to go thank you have a good day طبعا زي ما انت شايفين طلع الرقم مش رقم حقيقي بمجاجد رقم بيحاول ان هو يضحك عالناس وياخد فلوسهم اه هو لما بياخد السن نمبر بتاعك ده بيقدر يتحكم في حاجات كتير جدا ممكن حد يروح يشتغل شغلانات بس النمبر ده على انه انت ويكليم ان هو شخصية بيسموها يقدر يسحب ولونز من الحكومة وتيجي انت تلاقي نفسك مدين للحكومة بضعايب قد كده ومدين للحكومة بفلوس قد كده وانت ما عملش اي حاجة من الحاجات دي فالناس اللي جاية جديدة تخلي بالها من حاجة زي كده انا حبيتك اشتركوا في القناة